استنكر ممثل المغرب في مجلس حقوق الإنسان تصريحات الجزائر حول الوضع في منطقة الصحراء واتهمها بدعم وتمويل جبهة البوليساريو بالسلاح والمال في الوقت الذي يواجه زعيمها في إسبانيا اتهامات بجرائم مختلفة كما نفت الرباط أيضا حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للصحراء علاقات متوترة وشد وجذب بين الجارتين منذ حقبة الاستقلال مشكلة الحدود مثلت نقطة الخلاف الأولى ففي مارس من عام 63 أجرى العاهل المغربي حينها الحسن الثاني زيارة إلى الجزائر التقى فيها الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن ملة ليبحث معه وضع الحدود بين البلدين ويبدو أن المباحثات لم تسفر عن نتائج فخلال خمسة أشهر فقط وفي أكتوبر عام 63 نشبت حرب الرمال إثر مناوشات حدودية قبل أن تتوقف المعارك في الخامس من نوفمبر بعد وساطة من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية في مارس من عام 76 تم قطع العلاقات بين البلدين بسبب ما اعتبرته المغرب دعما جزائريا لجبهة البوليساريو في قضية الصحراء ثم في مايو من عام 88 عادت العلاقات بين البلدين وسادت فترة من الهدوء النسبي أدت إلى تشكل اتحاد المغرب العربي عام 89 لكن الخلافات تجددت مرة أخرى اتهام المغرب للجزائر بشأن تفجيرات استهدفت فندقا في مراكش ما نجم عنه إغلاق الحدود البرية وفرض التأشيرة على مواطني البلدين وفي مارس عام 2005 اجتمع الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة والعاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة في إشارة لتحسن العلاقات ومثل احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير في نوفمبر عام 2015 فرصة لإنعاش العلاقات بعد أن أرسل العاهل المغربي محمد السادس برقية تهنئة دعا فيها إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لكن مشادات كلامية بين من دبي البلدين في الجامعة العربية في مارس 2017 على خلفية قرار بشأن الترحيب بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي عادت توثير العلاقات بين البلدين بعد فترة شهدت محاولات للحوار عادت أزمة الصحراء إلى الواجهة في ديسمبر عام 2020 بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب عليها ما قبله تحفظ جزائري